السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى تكونوا كاملين بخير الفيديو ديالي انتع نهار اليوم غدي نشارك معاكم في حلوات القرافطة طريقة سهلة بزاف كتوجد غير بواحدة سرعة متصوروش سرعة ديالها كي الناس ما كيعرفوش انها سهلة بزاف وكتوجد غير فعشرة ديال الدقائق قاوا معايا باش تعرفوا المقادير والطريقة ديال التحضير ايلا كتو اول مرة شفتوا القناة تعجباتكم ومشتركوا مع تفعيل الجرس باش دائما تبقوا تواصلوا بالجديد الى عجبكم فيديو ديالي خليوا اليا لايك ويلا بسم الله اول حاجة غدي نحتاجوا ميتين وخمسين غرام ديال الدقيق البيض اللي هو الفارينا ميتين وخمسين غرام غدي نحتاج لها نصف ملعقة كبيرة اللي هي ملقة صغيرة ديال السكر غلاسي غدي نحتاج لها خمسة وعشرين غرام ديال الزبدة اللي كتكون رخوة وغدي نحتاج لها صفار ديال بيضة بنسبة لبيضة اي لا درنا خمسمية غرام ديال الدقيق نديروا بيضة كاملة لا درنا غميةين وخمسين غرام كيف ما درسانا يعني نصف الكمية كبر غير الصفار عندي هنا الجمسة ديال الماء ليفيديه ملعقة كبيرة ديال الماء الزهر لين هاد الحلوة هادي معروفة بالضبق ديال الماء الزهر غدي نحط العناصر اللي هو السكر غلاسي ولصفار ديال بيضة اما البيض غدي نخليه تل الاخير غدي نحتاجه غدي نحط جوج دي المعالقة كبار ونص ديال الزيت وغدي نرم لهم من زيان هما والزبدة والصفار ديال البيض حتى غدي ندخلوا ليه من زيان مع الدقيق عاد باش نبقى كنجمع بالماء الماء وما نظهر بطبيعة الحال حتى نحصلها للعجينة ديالي ارتبة بحالها كما تكونش قاسحة من بعد غدي نديرها بحال البلاستيك بحال هكا باش نخليها ترتاح بينما وجد الكاوكاو انا عندي هنا الكاوكاو مقلي هانا قليته بحال هاد اللون هادا يعني حيته منزيد شوي اقل من هكا لانهو كيزيد شوية من بعد ما نحيده وكان حط كله كيف ما شفته الورق المصاص كان حطوها هكا فوق منه باش متبقاش فيه الزيت لانه انا ما حيش ديش تبقى فيه طنقة ديال الزيت باش بمأنني غير نستعملو كحو شوى ما يخرجليش من الحلوة غادي نجيب الميزان وغادي نوزن ميتين وخمسين جرام ميتين وخمسين جرام ديال الكاوكاو بحال هكذا ممكن لين ديرحتاش احتل ميتين وستين وميتين وسبعين جرام عندي نصف كاس ديال السكار سانيدة غادي نبدي نطحن فتحانة أنا هناك نطحن قدمكم باش غادي نوريكم القوام ديالو كيفاش كيكون مخصوش يكون سائل بزاف ومخصوش يكون قاسح بزاف حتى يبقى كيتفرست لنا وسط الحلوة ديالنا خاصو يكون في هاد القوام هادا بحال شي عجينة صافي من بعد غادي نجيب العجينة ديالي غادي تكون رساحتيني هنا رغير وحد الخمسة دي لتقيق بيننا ما أنا أوجد الكاوكاو كترتاح بسرعة هاد العجينة وكتتمشى هادا هو المزيان فيها هي أنها كتتمشى مزيان غادي نقسمها على اتنين خاصوهم يكونوا قد قد من بعد غادي نعطيها الشكل كيف ما كان نديروه لشبكية يعني غادي نسرحها شو بميدلاك ونطويها بحال لبات فيوتي بحال هكذا خاصو نحاول أنني ندير هادا العجينة يكونوا قد قد لأن غادي تكونوا حدا كالطبقة أولى والطبقة الثانية اللي غايتكون في الكاوكاو تانية بنفس الطريقة حال هكا وغادي نخليهم في البلاستيك وغادي ندوزوا للكاوكاو ديالنا تاهوه غادي نفتحوه فوق من واحد البلاستيك باش يجينا سهل إلا كانت عندكم الكاوكاو مقلي كيف ما كان ديرانا يعني فاش كان بغا ندير الحلوة كان نقلي الكاوكاو بكري يعني بنهار قبل وليومين يعني باش هكا جيني الحلوة ديالي سهلة ونقشعد نطر أنني نقلي ولا شي حاجة لمهم كجيني سهلة نقري كانوزن وكنطحن غادي نصرحوه بحال هكذا وانا نفرش عليها من فوق البلاستيك الى كتشي بلاصة ما جاتش نحاول أني نقدها هاد الحلوة ما كان ما أسهل منها سهلة سهلة بالزاف وكتوجد بسرعة كيكون القوام ديره بحال هكا غادي نجبد واحد العجينة من العجائين ديالي وغادي نحلها مع شوية ديالتقيق نحاول انني نحلها رقيقة على الكاوكاو شي رقيقة بزف ولكن تكون رقيقة على الكاوكاو نحلها شوية بشوية حتى نخليها تكون شوية الكبر ديلها شوية كبر من الكاوكاو بحلاكة ما نبقوا كان عبر الكاوكاو دينا فوق منها بحلاكة صافي انا غادي نجيب واحد البلاستيك باش غادي نحل تانية غادي نلويها كيف ما كتشوفوا بحلاكة نخليها على جنب ومكلب لما نلويها نحطها غير هكا فوقش بلاتو حتى غادي نحل تانية غادي نحلها بنفس الطريقة هي غادي نعبرها مع الكاوكاو كيف ما كتشوفوا صافي هنا راني قديت العجينة ديالي غادي نوضع عليها شوية دقيق بحلا هاكة وغادي نقلبها غادي نوضع عليها الكاوكاو بحال هاد الشكل هادا بشكل ساهل كيف ما كتشوفوا إلي كنا شفنا شي بلاصة ما فيهاش بزاف ممكن نحيدو من جهة ونقدو من جهة نوضع عليها البلاستيك ونحاول انني لسقها مش يد كان نحلو ذاك الكاوكاو ولكن غير بحالي كتلسق لنا على العجينة ما نحاولوش ندركو عليه باش ما يزيد شي تحلينا الكاوكاو ممكن نحلو تغير بهات الطريقة هادي كنبديو كندو وردو في الميد لك صافي هنا راني ضمنت انها لسقا نولي العجينة ديالي الاولى غادي نحلها ونحطها فوق منها ونبقا كنجبدها بحال هكرة كتجبد يعني بوحد سهولة بحالها بحال المسمن نجيب الميد لك مرة اخرى وانا كنلسق العجينة ديالي مع الكاوكاو فقط يعني ما نسرعهاش او ما نحلهاش نجيب واحد الموس ونبقا كنقطع الجوانب بحال هكذا عادي نبقا كنقطع كل سنتيمتر او لسنتيمتر ونصف مهمة خساش تكون عريضة بزاف باش يجي الشكل ديالها زوين ومخساش عوتانية تكون رقيقة بزاف عادي نقطحهم كاملين بحال هكا وكتشوفوا انها ساهلة وما كانش مسهل منها من بعد عادي نقطع هاد الجوانب هادو انا كان درت يعني هاد العملية هادي غير باش ميشي طوليش هكا الجوانب بزاف وما نخسرش يعني من الكاوكاو والعجينة بزاف وانتوا ما اللي بغتوا تقطعوها من الول على شكل مربع وتديو السكين يعني بضربة وحدة هكذا الشريطة ممكن لكم كان قطحها كلها اربعا ديال الاصابع باش يجيني الحلوة ديالي الشكل ديالها مشي كبير بزاف وجيزوينة عادي نكملها كاملة بنفس الطريقة اربعا ديال الاصابع وغادي نبقى كانشكلها بنسبة لتشكالنا هنا ما سرعت لكمش باش نوريكم الطريقة كانجيبو ذاك الكاوكاو كيكون هاكا من الفوق ومقاو نديو يعني انفصلينه وكانجيبوه لعندنا بحيلة كانفندو واحد الفانيده يعني كيديك الحلوة والديك الفانيده اللي كانشريوه يعني كجيها ملوية الواحد جيه وجيها ملوية الواحد جيه لعندنا شوفوا معايا غادي تكون الكاوكاو هاكا من الفوق كنديو هاكا الجيهة الاولى لانفاس وكانرضو جيهة تانية لعندنا نتمنى نكون وضحت لكم العملية نديل هادي الحلوة هادي وكان قدوها شوية باش ما تتعوش لنا في الفور يعني ما تتقلبش كان حاولو اننا نقدوها هاكا دوك الجواني بديلها على سطح العامل باش ما تتقلبش لنا في الفور غادي نكملهم كاملين بنفس طريقة دائما كنشوفوا ذاك القاوكاو اللي عندنا او الكاوكاو وكان بدي وكان ديو مرة لعندنا ومر الانفاس لنا كيف ما كتشوفوا معايا انا هنا وضعتهم غير في البلاطو ديال البلاستيك علشي اني غادي نخليهم يباتوا ليلى كاملة هدا هو السرب من الاسرار باش ما يعوش لنا وباش ما يتخرش لنا الحوشوة وباش يبقى الشكل ديالو كيف ما هو غادي نخليه يبات عفون كيوموا يبات كع غوزال وان شاء الله غادي نرجعه باش نطيبه هنا من بعد ما باتت عليه الليلة كاملة انا خليته عند الهوة تمشينا كيما نقولون سوعة باش غطيته صباح ثاني نطلق مباشرة نطيبه انا هنا مسخنا الفور درجة الحرارة 180 انا فرجتهم في اللطاء اللي غادي دخل الفور وغادي ندخلهم داخل الفور حتى غادي طيبو بالنسبة لطيب ديالهم خاصهم غير بحلي بياضو شوية وفيني بديو يدهبو من تحت صافي نحيدو هم نخليهم شي تحمرو مقواق فين عليهم باش ما يتحرقوش لنا وباش ما ينشفوش لنا بزعب انا هنا عندي بياض بيضة ديال اللي كتخليت من الصفار مع واحد ملعقة صغيرة ديال السكر غلاسي خلطهم زيان غادي نديرهم كاملان ماء لهاد الحلوة كيف ما كنديرو كعب غزالي انهاد الحلوة ما كيجيش فوق منها النباج ممكننا نديرو هاد العملية ممكننا نستغنو عليها صافي انا كملتهم كاملين ووضعتهم في الفور انا وضعتها كالميدلاك يعني ما خليتش الفور ديالي يتسد كامل غير غادي تشمع يعني ملقى قدامها غير غادي تشمع ما نخليها شتا تتحمر وغادي نخرجها غير واحد الربعة ولا خمسة ديال دقايق صافي هادية الحلوة ديالي من بعد ما طابت يعني تشمع لي هادا كسكر غلاسي ديك الملعقة صغيرة للسكر غلاسي مع بيض بيضة وكيكون هادا هو الشكل ديالها كتشوفوا انها مقادة يعني ما خرج منها الكوكومة تشي حاجة زوينة ولون ديالها ملتحت شوية ذهبي يعني من الاول ما نخليوها شتا بزاف كيف ما كنقول وغير واحد شوية اكتر من نصف طيبة ونخرجوها ندهنوها ونرجعوها عاو تاني تشمع واحد لخمس دقائق فقط اللي عجينا راها رقيقة ويابسة وطيبة كتجي زوينة بزاف هادا الحلوة لا في الشكل ديالها ولا في الضوقة ديالها والاهم انها ساهلة بزاف نتمنى تجربوها قم تخرجو تخليو ليه لايك قتلاحظو ان ذا كله معان كيجي زوين بزاف ما خليناش تيتحمر صافي كيجي بحلقة الحلوة ديالنا بتخليوش الفيديو واقف عندكم وشاركو مع ناسكم وحبافكم باش تحمل فائدة اذا كنت اول مرة شفتوا القناة وعجباتكم اشتركوا معا تفعيل الجرس باش دائما تبقى وتواصلوا بالجديد وبالصحة فطوركم والسلام عليكم ورحمة الله